بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما ينتفع به بتتذكروا صبايا هذا البلوفر اللي عم نساوي او الكنزة او البلوزة عم نساوي الياقة عبارة عن مربعة V بتتذكروا وعملناها بهذاك الفيديو لاحظوا شلون وعملنا اخذنا الحردة تبعيتها اخذنا الكمية الكبيرة من هون بعدين مشينا غرزة 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 كل دور عليك لاحظوا شلون شايفة ساويناها بالفيديو السابق هلا بدنا نلقط غرزة على فكرة صبايا شوفوها هاي هي تتذكروا ورجيت كونسوريسا بالجاهزة هاي هي وانا اخذتها من النت لاحظوا شلون موديلة تاخذوا حردة كبيرة من الوسط تاخذوا كمية كبيرة بعدين تحردوا من هون ومن هون بدنا نغير شكل عن الحردة الابة المدورة العادية اللي دايما نحنا بدنا نزاوية هلا مثل ما تعلمنا اخواتي هاي الابة لتبعيت الظهر اللي لقصناها على الخيطان بنرجع من شكا على ابرة نحنا بدنا نلقط الغراز نلقطن على ابرة خمسة نفس الشي اللي كنا عم نشتغل فيه على فكر انا الظهر مت ماءس للكون شتغلته سادة سادة وقد بس وصلت وقت لو وصلت لعند حردة الابة الصبايا رجعت ساويت نفس الحردة نفس الموديلة الابة ليش مشان يديق لانه بتاعك في جورسي بيرخي و هالموديلة هذا بيضب لانه في قلبه عدل ومقلوب ساويته نفس الموديلة مشان نحافظ على انه يطلع والاكتاف او يطلع العرض بالنسبة للكنزة هاي بهاي الصدر مثل الظهر اما هون ملقابل انا كنت مبلشة بهذاك سبعة وسبعين هون بلجته اربعة وسبعين غرزة بعدين رجعت نقصت اثنين صاروا اثنين وسبعين غرزة ليش مشان لانه هذا اليورسي بيرخي وقت اطلعت لهون كمان حردت نفس الحردة اربعة من هون واربعة من هون وسبعت بهي الغرزة امو شوف يشلون بيطلع الظهر والصدر نفس العرض ما بيطلع شي صالع ولا برة وش فايت كله بيطلع على اياس بعضه افكرا هذا الخلف ها ليك شلون هاي حطينا هون الحردة هيع الحردة لاحظي شلون بيطلع الظهر ها شوفي شلون ما في زيادات هون ما في زيادات بيطلع اثنيناتهم على بعضهم بدك تنتبهي لهالموضوع اذا كنتي عم تشتغلي ضفاير او عم تشتغليه عديلو مقلوب الظهر المفروض يكون مديلو بيشبه الصدر من ما حبيتي نقصي غراز بهذا الجرسة وقت اللي بتوصلي لعند الحردة تشتغلي نفس الغرزة او تشتغليه كلاياتهم ضلع على كيفك انتي على كيفك شو بتريدي يساوي بس مشان ما يطلع الصدر الظهر اعرض ان الصدر مو حلو اجينا هلا نحن لموضوعنا تبعية الفيديو هذا الموضوع المهم اللي بدنا يا نحن انه نحن بدنا نلقط غرز الابة موضوع كثير مكرر صبايا وصرنا دايما نعيده ولكن يعني في صبايا المبتديقات بيحبو مثل ما اتفقنا نلقط من هون غرز هدول غرز الابة دي كنا لقصينا نحن على الخيط باع بس اللي قطناها على الابر خلاص منقيم الخيط مبقى بدنا يا مناخد الطرف هلا هاده هون بدنا نساوي نحبكو حبكة الاكتاف القديسة مثل ما انا ساويت بهذا الطرف شوفوا هذا الطرف لو انا ختمته هذا نختم خلاص هلا نترك الطرف اليميني ونخليه مفتوح مشان نشتغل الابة على ابر مستقيمة مو دائرية مو كل البنات عندها مستقيمة او بالاحرى دائرية نحن بدنا نتابع البنات شلون بيستغلو يلا اذا هلا لقطنا ثلاثة من هون هلا منتابعوا شغلنا كليات وعليل هذا هذا عديل هلا ما في تشكيل اتنين بواحد اتنين بواحد لانه هذا دور اللقطة دور اللقطة بتصير كلياته عديل الدور البعده وقت بدنا نشتغله منبلش بقى منشكل الريب المضلع تتذكروا ابتدينا الدواير ريب مضلع اتنين عديل اتنين مقلوب هلا هون عم نشتغل هيا كلياته بنا ناخدها عديل عديل لاحظوا بنعت وقت مناخدها على خير سوفوا شلون ما بيختلف معانا ما بيختلف معانا النزل وبالنسبة للأب كمان عملت له نفس المبدأ اللي عملته بالنسبة للصدر تتذكروا الصدر عملت له تمهيد مشان ما تضب معاي وتعذبني لاحظوا شلون هون ما نحن عم نشتغل هذا العديل المقلوب عديل المقلوب إذا بدكت ختميها لقبط الظهر وفي عديل المقلوب تطلع مجعلك متعرجة ما لازم لازم يكون خط مستوي مثل ما عملت بالصدر تماما هذا الصدر هون شوفوا شلون تركت له هالمسافة مشان هلا بلقط الغرض ما بتجعلك معي ولا بتطلع بش عاطلاقا يلا منتابع هلا قمنا هذا منتابع ما كيف لقطنا هنيك ثلاثة هلا منلقط هون كمان ثلاثة يلا ها هاي واحدة ثنتين وهي الثالثة ثلاثة يلا هلا جينا محل هون الأبة يلي هلا موديلة جديد هاي نيو سايل ليك هو ها هاي هون محلة بدنا نلقط نحنا الداير الداير مو مشكلة نحنا مو ساحبين الغرض ليك شلون بتبين متل ما هي ما بهمنا ما بقى نتعذب يعني مثل ما لنا ساحبين الغرضة اول الصصر بيجينا نحنا هلا الغرضة منلقطها شعافين لقطنا هاي هلا بتجينا هاي ابدا ما منتعذب ما دامنا ساحبينها نسحبها هاي ليك هي الغرضة ها ها مبينة طبعا مدك تاخدي الضلعين تبعيث الغرضة الى ضلعين صبايا ليك هو هاي ضلع وهذا ضلع حطي هيك دخلية ها القطية بالضلعين ليه مبينة ما متعذبنا ابدا ابدا وهلا بس لنوصل للمنتصف منعدن مشان بدنا نساوي عدد غرض متساوي من الطرفين عفكرا هاي مساحتها كتير منيحة وبتصلع ساعتها حلوة ليش لانه اول شي غميئة ثاني شي عدد غرزة كتير يعني مهما كان الولد راسه كبير بده تفوت براسه مهما صار الموضوع الموضوع اهم شي بس انتي خلي عدد الغرز معاك وافي لا تقليلي عدد غرز ابدا يلا هلا هون نحنا مصلنا هون موكنا هون اشتغلنا 3-4-6-8-10-12-14 يلا هلا بنا عددون هدول نحن نحنه اديش حردناهون 1 2 3 4 5 6 7 8 19 10 12 13 14 14 15 17 تمام؟ إذن هلا هون في عنا 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 هلا بدنا نحط فوق سبعة تمام؟ يلا هلا بناخد هيك مشان ما يصير معنا فواري هاي وحدة تنتين خدية هيك صبايا خدوا هيك من تحت اتنين ثلاثة وهي أربعة خمسة وهي ستة وهي سبعة يلا هلا بناخد هون سبعة بنرجع بناخد من الطرف الثاني نفس الموضوع بناخد سبعة هيك أربعة عشر لفوق سبعة هيك أربعة عشر لفوق بيطلع معانا عدد القصاب قد بعضها وما بنتعذب راح أكفي أنا وبرجعلكم بعد ما لقطنا هون صبايا عدينا هون المفروض يطلعوا معانا ستة وسبعين غرزة تماماً صبايا ستة وسبعين غرزة بحق نفس عدد اللي بتدينا فيه للدائر يفضل مشان ما يطلع ضيق او يطلع فيه إلو أي إشكالات نعمله متل ما لك شايفين بلازم يكون كمان العدد نجوز مشان لأنه عم نشتغل ريبة مضلة هلا هون عنا اتنين مقلوب هلا اتنين عدل متل ما قلت لكم دور الثاني متدي فيه التضليع إذن عدد الغرز يجب أن يكون ستة وسبعين غرزة بالنسبة لولد عمره ستة سنين هذه الخنزة لولد عمره ستة سنين ممكن تلبس السبعة إذا كان الولد بنيته ضعيفة ونحيفة يعني وما له كثير طويل كثير بتناسب هذا القياس بيكو بناسب لعمر ست سنوات طبعا لصبي موديلة لأنه موديلة صبي يعني نحن هلا عم نشتغل على قبرة نمرة خمسة وعم نشتغل فيها هاي الريبة اللي مضلة رح هنشتغل هلا ما بدنا نساويها دورين لاحظي شلون الصورة هون الصورة جاية إنه مساوينا دور واحد لاحظي هلا منساويها بس ستة أدوار ومنختم بنفس الختمة اللي ختمنا فيها الكنزة يلي مثل الريب مثل هذا شو بيسموه اللي اشتغلنا تبع ريبة المطاط بنختم نفس الختمة مش عنضل تطلع معانا مقولبة رح هكفي انا ارجع اشتغلنا ستة أدوار صبايا هاي اتنين اربعة ستة يلا هلا قمنا الدور دور الختمة بننختمه ما بده شي بنشتغل هلا اول غرزة متل ما اتفقنا ستة وسبعين غرزة معانا والابرة نمرة خمسة اختميه هاي بتعملي هيك هلا شو بتعمليه خدتي سنتين اشتغلتيه العادي هلا هاي سحبيه وقلي بخيطك مشان نظلم قولبة اذا منساوي نفس طريقة بريب المطاط هيك منعمل مشان نظلم قولبة الابة ما بتميل وبتطلع كثير حلوة هلا هاي هوني قلبناها هلا هاي منشتغلها نقلب خيطنا وقلي باخذ قلي بنا نقطع استغلا هاي هاي سحبيه بعدين قلبة بκιة غرزة على لغرزة ونرجع هلا نشغل administrations عدين واحدة اهى منقلبها هاي من قلبها هاي مناصحبها هي سحبيها تمام? هلا هاي تستمر على القالي واحدة منشتغلا واحدة منقلبة نسحبت الحلوة يعني متل بيت المطاط مشان بدنا نختم الابة بتظلم قولة بالابة لاحظي بتطلع متل الجاهز ابتها واقفة ما بتميل ولا بتتعراج بتطلع منظرة حلو يلا هلا هاي شغل هلا هاي سحبة هاي شغل هاي سحبة مهم وحدة شغل وحدة سحبة سندية هيك بايدك بشان انتي ما تفلت معاك هلا احنا هون هاي سندناها يا معناته هاي سحبناها سحبة هلا منقلو بالقيص ومنشتغلها شغل مدامنا سحبنا وحدة هلا منرجع هاي منسحب نشتغل هاي نشتغلها ها وهكذا هيك لنهايز السطح خلصنا اخواتي مت ما كون شايفين خلصنا اللقط وختمنا مت ما كون شايفين ختمنا تطلع الابة مؤولة بك اذا انتي بتحبي الطريقة القديمة تقسمي على الطريقة اللي بدك ياها كمان بيصير كيف بتريدي بيصير اهم شي بس يكون عدد غرز عدد الغرز وافي مشان يقدي يدخل براس الولاد شوفيه لانه حردتها واسعة وغميئة بتلاقي انه اياسة ممتاز بالنسبة لهدول الاكمام كمان من القصن على ابر من القصن هيك على الابر وناخدهم مع بعضهم ختمة الاكتاف الحديثة كل اتنين مع بعض كل اتنين مع بعض هاي هي الابة اللي اتفقنا انه هلا هي تغيير الشكل نيو سايل عبارة عن مربعة لاحظي شلون لاحظي هون هون المبدأ الجديد تبعيتها هون مبدأة تختلف عن الابة المدورة الى حردة الكبيرة بالمنتصف طلعنا نحن هون معانا 13 غرزة اذا بتتذكري بعدين طلعنا اخذنا واحدة 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 لحتى ما ضل معانا غير 20 غرزة تبعوث الاكتاف بيجينا الكمام الكمام ابتدينا هون شبتي بتتذكري من هدي كمرة قدتلك علي هون عبارة عن 40 غرزة ابرى اربعة هون بلجتوا اربعة طلعت بعدين على الخمسة زدت بعدين الزيادة من هون ومن هون تأسيماته ستة بثلاثة ستة بثلاثة وهكذا بعدين كل ستة ادوار من ذلك كل ستة كنا اربعين غرزة وصلنا ل 52 معناته زدنا نحن اربعة وخمسين زدنا اربعة عشر غرزة بدل عشر غرزة زدنا اربعة عشر غرزة لانه هاي الغرزة بتضب انتهينا الغرزة بدل اربعين وانتهينا ب 54 متضل عم تشتغلي لحد ما توصلي لطول تماماً هذا الطول توصلي لطول البدن تماماً真ام عبارة عن كان 36 سنتي بعدين بتأخذي 3x2x1x1x1 أنا وصل عندي 11 مرة هذول 11 مرة بعدين بأخذ 2x2x3x4x4 بكون انتهيت الموديل هي على أساس انه كتب ثالث بس لأ أنا طبقته على الجل مدام ساوي ثله حردي بيصير معي كم التركيب بكل سهولة ولاخذي شلون هلأ هون نحطن هيك على بعضون نحطن هون بيطلع معاكي الموديل أو المنظر متناسب مع بعضهم لأنه نفس المسافات نفس المسافات بيطلع معاي هلأ بس يتخيط بيطلع الموديل تمام على أصله بيتأمل إن شاء الله تكون عجبتكون ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك وأهلا وسهلا فيكم